ننضم إلينا من بيروت ضيفنا رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك سيد رضوان على شاشاتنا الغد أولا بالنظر إلى المسببات التي حتى تم تسريبها مسألة استبعاد الوزير وزير الخارجية من الاجتماعات التي أجريت مع جون إيف نظره الفرنسي وكذلك عدم رضا عن الأداء الحكومي لحكومة الدكتور حسان دياب كيف تقرأ هذه المسببات وهل تؤدي بنهاية المطاف إلى تقديم الاستقالة في هذا التوقيت الحساس يا سيد عقيل هناك جملة من الأسباب دفعت تدفع وزير الخارجية نصيف حتى إلى تقديم استقالته أولا الرجل لم يتأقلم مع البيئة السياسية الداخلية في لبنان هناك جملة من المشكلات داخل وزارته من خلال خلافه مع مجموعة من السفراء إضافة إلى عدم اتفاقه مع القوى السياسية في لبنان على التشكيلات الدبلوماسية أنا لا أرى أنه تم استبعاد الرجل عندما زار وزير خارجية فرنسا جون إيف لدوريان بيروت على العكس كان في استقباله وجال معه في أكثر من مكان إضافة إلى أن الرجلين عقدان مؤتبرا صحفيا مشتركا وأدل بدلوه الوزير حتي وقال وعكس موقف الدولة اللبنانية لكن علينا أن نعترف وزير الخارجية منذ اليوم الأول وتعيينه في هذه الحكومة لم يتأقلم مع رئيس الجمهورية ميشيل عون وفريقه السياسي درجة العادة الدبلوماسية في كل بلدان العالم العالم الثالث والعالم الأول أن يكون وزير الخارجية من أكثر المقربين من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة هذا للأسف لم نشهد هذا التقارب لم نشهد هذه الكيمياء التي تجمعه مع رئيس الجمهورية لكن الجملة الشهيرة ساد ردواني يعني الاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية هل جميع الحلول في لبنان تعتبر الاستقالة نهاية المطاف لأي خلاف سياسي أو حتى خلاف وجهة النظر وإذا كان فما هو البديل هل هناك تصدع ربما في حكمة الدكتور حسان دياء أو علينا أن نعترف من حق الرجل أن يقدم استقالته في أي بلد في العالم يحصل مثل هذا الأمر وفي بلدان العالم الأول يقدم وزير الخارجية استقالته أنا في تقدير هذا التصدع لن يحصل في الحكومة علما أن هذه الاستقالة ستقدم هدية مجانية لأطراف المعارضة لتقول أن هذا الفريق السياسي الذي كان على مركب سياسي واحد لم يتأقلم مع وزير الخارجية علما أن تم تعيين وزير الخارجية من طرف الطيار الوطني الحر المفارقة أن الرجل في الساعات الأخيرة أقفل قطته ولم يرد حتى على اتصالات رئيس حزب كبير في لبنان إضافة إلى ذلك أن الوزير حتي اتخذ مواقف رمادية من الحكومة فضلا عن خلافه مع رئيس الحكومة الذي وجه انتقادات لمواقف وزير الخارجية الفرنسي كل هذه الأمور دفعت الرجل إلى خيار الاستقالة إضافة إلى أنه ثمت من يردد أن الرجل يتعرض إلى جملة من الضغوط الخارجية تحديدا من الوحيد المتحدة الأمريكية ومن فرنسا ومن فرنسا تحديدا الرجل يقول أنه مصدقية وهو صاحب تاريخ طويل في الدبلوماسية وسبق أن خدم في جامعة الدول العربية لكن مراس الرجل في جامعة الدول العربية لم يستطع تطبيقه في البيئة السياسية اللبنانية الداخلية الرجل سيقدم استقالاته بنسبة 99% نعم تبقى ملاحظة والبدل سيكون هناك برصة أسماء مثل السفير شرب الوهبي مستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية هذا الأمر في يد الرئيس عون لكن علينا أن نعترف أن حكومة حسان دياب تعرضت لانتكاسة كبيرة والضربات التوال عليها مالية وأقتضية وهذه هي ضربة دبلوماسية جديدة تطلقها حكومة حسان دياب هناك من رأى يا ساد ردوان أن مركب ربما الحكومة تغرق وبالتالي أول من يرغب في النجاح من هذا الغرق هو وزير الخارجي هل تطفق مع هذا الطرح أم لا أنا في تقديري وزير الخارجية لديهم استقلالية أكثر من بقية الوزراء لأن بقية الوزراء على ارتباط مع قوة سياسية أساسية التيار الوطن الحر حزب الله حركة أمل الوزراء الآخرون لن يقدموا على مثل هذه الخطوة لكن تلقت الحكومة دربة كبيرة من خلال استقالة وزير الخارجية ثمت نقطة أساسية لابد من الاعتراف بها أنه في الأسبوع الماضي عندما زار مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الكويت موفدا شخصيا لرئيس الجمهورية هذا الأمر أثار غضب وزير الخارجية على أساس أن هذه الزيارة لم تكن لشأن أمني كانت لشأن سياسي وطلب المساعدة من دولة الكويت في الدول الطبيعية عادة وزير الخارجية يقوم بمثل هذه المهمة لكن علينا أن نعترف من قال أن الدولة المضيفة لكويت أو غيرها كانت ستستقبل وزير الخارجية ليس انتقاسا من الرجل إنما من خلال تقديم ملاحظات على الحكومة اللبنانية وأداء سياساتها في أكثر من ملف أنا في تقديري أن الرجل سيقدم استقالته لرئيس الحكومة كما جرى وبالتأكيد خلال 48 ساعة سيأتي البديل الحكومة ستستمر بحكم الدرورة لأن البديل غير موجود وفي حال قدمت هذه الحكومة استقالتها وغرق المركب السياسي الحكومي ستطول فترة تصريف الأعمال ربما إلى حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لأننا تعودنا في لبنان في الحالات الطبيعية نحن للأسف دولة قاصرة لا نستطيع أن نؤلف حكومتنا بسرعة خلال أيام بل تمتد إلى أشهر وأشهر وخصوصا أن قوة المعارضة هي قوة أساسية تأخذ وقتها قوة المعارضة غير مؤهلة وغير مستعدة وغير قادرة على تأليف هذه الحكومة لسيما أن تجارب حكومات الوحدة الوطنية لم تنجح هذه الحكومة لم تنجح ولا أخبي إذا قلت حتى رئيس الجمهورية يقول أن هذه الحكومة فشلت لكن علينا أن نضطر ونستمر معها إلى حين توفر معطيات جديدة لكن بالخلاصة بالاستقالة وزير الخارجية ضربة لحكومة حسن دياب طبعا شكرا جزيلا لضيفنا رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي كان ضيفا من بيروت